في هذه الآية السريح عن قلوب هؤلاء المظلومين الذين سلبت أموالهم، سلبت مقدراتهم، أخذت أغراضهم يعني سلط عليهم أهل الظلم أو أهل الباطل من السفاحين، من المجرمين، من آكل المال الحرام من المسؤولين الغشومين في الأقطار أو في الأمصار هؤلاء يقول فيهم ربنا جل وعلا ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون هذه تسريحة يعني ربنا يقول للمظلومين أو لكل مظلومين على حدة ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ليه؟ لأن المظلوم يقول لي يا رب ده قهرني، فرض علي كذا، أخذ مني كذا بيجبرني على كذا، أخذ أموالي، سلب كيت أخذ دياري، إلى أياً كانت الصور في هذه الظلم وبعدين يلاقي الظلم دي بركب الطيارة وربما يعني يشرف فيها الخمور ويهدك فيها الصطور في الجو ورغم ذلك لا يحدث له شيء ويرى الظالمة يركب السفنة ويركب المراكب في البحر ويعاقر الخمور وربما يرتكب الفجور ويفعل الأشياء الذميمة ورغم ذلك يخرج من البحر ولا شيء على الإطلاق يركب السيارات الفارهة ورغم ذلك لا يجري له شيء ولذلك ربما يدخل بعض اليأس في قلوب المظلمين يدخل بعض الشيء في قلوب المظلمين فيأتي هذا الخطاب للتسري عن صدور هؤلاء ولليقين بموعود رب العالمين ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون يعني ما تستعجلوش، ما تستعجلوش عذاب هؤلاء ليه؟ لأن يشوف ما بعده يفسر ما قبله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ركزوا معايا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مش على طول رب نبي نزل عليهم الغضب أو العذاب أو على طول العقوبة بعد ارتكاب الزم لا دول مستدرجون يعني إيه؟ من قول إيه سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ده مستدرج بمعنى أنه كلما ارتكب نقمة زاد نعمة فيقول يا ده نكرة كويسة لا مشاكل على الإطلاق ولذلك انظروا إلى المجرمين انظروا إلى النصبين الأكابر انظروا إلى التجار الأزمات انظروا إلى الذين يسيطرون على مقدرات الناس من الظلمة سانظروا إلى أولادهم أعلى الوظائف أحسن صحة ليه؟ لأن والدهم من جهات اللي يبقيت ولذلك يضمنهم الوظائف في أعلى الأماكن وذلك الناس تبص تفتن يقول لك شوف يا عمي ده ربنا مبارك له في صحيته في أولاده وكيته أحسن وظائف يبقى الناس دي بقى صاحب لا يا مش كده من زي ما الناس بتفهم على الإطلاق الناس فهم خطأ الناس فهم خطأ يعني أعطيكم مثلا لو أنه ظالما جبارا عنيدا ورغم ذلك هو من الرواي بضاط وتمكن طبعا إما يجي أولاده أي حط أولاده في أعلى الأماكن وأرقى المناصب المال تحت الرجلين من خلال الظلمة اللي هم تحتهم طيب العقارات يتبع عنده العقارات السيارات يتبع عنده السيارات وظائف ما يشيلش هم وظائف على الإطلاق بالأمر كده يحط الأولاد في الوظائف الأمراض الديكاتر تقوله لغاية عنده كمان إلى أغرى هذه الأمور الناس تفتن يقول لك يا عمي ده عمره ما سمعنا أني قاله مرض ولا الولاده على الإطلاق وعدين يزدد الظلم وعندهم أموال فهينا ربنا أقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ليه بأخرهم اليوم الإيمالين آل العلم قالوا لأن الله جل وعلا إذا أحب عابدا ابتلا وفي حديث النبي إن المؤمن لا يعج له بالعقوبة إما يكون ربنا بحبه أول ما يرتكب ذنب ربنا ينزل عليه عقوبة على طول عشان يكفر عنه هذا الذنب يعني إذا ظلم تلاقيه على طول وقع في عقوبة إذا أكل شيء من حرام ودي مش من عدته يأتيه على طول ما يكفر إلى آخر هذه الأمور ليه يا جماعة لأن الله يحبه لأن الله يحبه ولذلك خلي بالكم معي جدا إن المؤمن لا يعج له بالعقوبة الحديث ما ارتبته صحيح أيضا حينما ننظر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبغض الله عبدا وإذا أحب الله عبدا شوف المتن معي إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة وإذا أبغض الله عبدا شوف بقائنا وإذا أبغض الله عبدا أجله يعني إيه حتى يوافئه يعني خلاص ما يعجبهش في الدنيا يسيب ويمهله 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 ويستدرجه عشان ما يلقى الله يوم القيامة يبقى يستحق هذا الأمر وعليه من العقوبات الكثير والكثير ركزوا معي جدا من زي ما الناس فهمه أنا بس أحلقه الفهم ولذلك ما بترجع لحديثي الترمذي من قول نبي صلى الله عليه وسلم ومرتبته الحديث حسن شوفوا ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة ولذلك قيل المؤمن يرفع القدم تحل به المصيبة يحط القدم تحل حتى يلقى الله وما عليه من ذنب على طول رب نبي طهارو حتى الشيخ النعثمين في فتوله ويتكلم عن المؤمن في باب التطير هذا يقول وربما بقي عليه من الذنب شيء فيطول مرضه حتى يكفر عنه ما كان من أمره عشان يلقى الله وما عليه من شيء ليه عشان ربنا بحبه بيحبه بيطهارو إنما التانيين تلقون أطولوا الناس عمره الظلمة الجبارين السفاحين التجار الأزمات اللي ما فيش في قلبهم رحمة تجد الواحد من دول ربنا بيطولوا عمره ليه بيمهلوا ويستدرجوا عشان ما يبقلوش عذر ولا حجة بينادي الله جل وعلا وذلك تلال واحد من دول ألا بها سبعين ما فيش مشكلة بها تمانيين وهو مقرم ما فيش مشكلة يا عمي داخل التسعين أو كمان مع ترامي لو عايز غير دم هي غير دم كل شوي عنده الإنخليات لو عايز كتف أي شيء بس ما خلاص إما يجي الأجل انتهت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون خلي بالكم معايا جدا أيضا مش الأمر وقف على هذا إنه بنقول إنه بيطول العمر لا ده كمان بيخلوا من الإبتلاءات إما تجري الظالم ده هو شوف كده جلوش مرض كده لا ابتلش بالوباء لا جلوش في الأوليات والأهل لا أي كان ما كان للظالم سواء في أي قطر في أي منطقة في أي قارة هتجد كده هتجد كده ما فيش حتى ونجيب أشياء عابر خلي بالكم معايا جدا طيب وحتى لو أصيب هذا ما نوصل على الإطلاق بإيجرامه هذا فيما نتحدث فيه طيب خلي بالكم معايا جدا وربما يكون حد من أهل البيت رافض لهذا وفيه خير وكذا فيبتلى فلما يقولك ده ابتل يا فيه ولا دي مثلا عشان ولا فيه خير ابتل يا فيه الزوجة عشان الزوجة فيها خير شوي لكن هو والعياذ بالله جل وعلا خلاصة عشان ما نطولش في هذا أيضا من قول الله جل وعلا وسيعلم الذين ظالموا أي مقلبي ينقلبون أنا مش بتكلم عن الظلم بالوقتي وعاقبة الظالمين وقبلك الحاجات المروعة لا أنا عزل حأديك مده علمي طيب صيدنا نبي لما بيقول في الحديث الصحيح برواية مسلم أتدرونا من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درها ما عنده ولا متاع معروف المفلس هو اللي بحلتوش حالك قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصداقة وفرواية وصداقة وزكاة وفرواية وزكاة وحج خلي بلك معي جدا بلطف وعدين ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسف كدم هذا وأكل مال هذا فيأخذ لهذا من حسنته وليهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار خلي بالكم ده المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا إما ننظر في حديث النبي الصلاة والسلام والحديث في الصحيح من ظلم قيد شبر من ظلم قيد شبر طويقه من سبع أراضيين طويقه من سبع أراضيين منتفق عليه طويقه من سبع أراضيين يعني شف الشبر ده اللي خده ظلم واستولى عليه يعني يطوق به يوم القيامة يعني شف يعني يطوق بهذا الطوق من الأرض اللي انت عليها إلى سبع أراضيين طويقه من سبع أراضيين يطوق بهذا الجزء إلى منتهى الأرض إلى أسفل الأرض من أعلى إلى أسفله وهو مطوق به طيب نجي بالي المال الحرام عشو واحد يقول المال الحرام هو إيه أو أنت بتقول ده صور متعددة نعم الأول افهم خد مادة علمية مش مجرد كلام المال الحرام نوعان ما كان محرماً لعينه وما كان محرماً لكسبه أنا عايز نفهم الكلام دي ما كان محرماً لعينه التاني ما كان محرماً لكسبه يعني إيه وهو زي إيه اللي هو ما كان محرماً لعينه ما كان محرماً لكسبه ما كان محرماً لعينه زي المال المسروع والمال المغصوب واحد سرق فلوس ده محرم لعين واحد غاصب سواء ما فلوس فلوس ارض فلوس اي شيء مقوم بالمال او مقدر بالمال واحد غاصب ارض الارض دي تسوي ادي كذا هو ده هنا بنقول بها ده ايه ما كان محرما ايه لعينه اللي هو المال المسروع والمال ايه المغصوب هل المال ده يورث لا لا يورث اتفاقها يعني بالاجمع بالاجمع المال ده ما ينفعش يتورث يما واحد يعرف ان ابوه حرامي مش حرامي يعني بمشي يقطع الجيوب في الشوارع لا ابوه مسؤول حرامي بيقبل الرشو ابوه مثلا وكيد وزارة في منطقة معانا في بلدة المعانا وقاعد فتح جيبه وبطنه ابوه في المرور وفتح بطنه في بعض البلدان ابوه في السجيل مره وفتح بطنه ابوه في الترخص وفتح كيد ابوه مثلا في وليكن مثلا يعني فيه اشياء من اللي بتيجي وتروح اللي احنا بنسمم الجمارك او كلام ده كله وفتح بطنه اشتركوا في القناة